اهلا بحضراتكم من جديد تزامنا مع طبعا زيارة بخ أو رئيس اللجنة الانبية الدولية توماس بخ كان بيزور مصر وصل الجمعة وطبعا ترتب له بعض الزيارات والجوالات الميدانية في مصر قبل لقاءه بالسيد الرئيس ودكتور أشاف صبحي وزير الشبوريادة أعلن خلال كلمته في استقبال الألماني توماس بخ رئيس اللجنة الانبية الدولية بمقار اللجنة الانبية المصرية أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب للانبية عشرين ستة وتلاتين في الاجتماع لتعامل مبارح مع فخامة الرئيس خلال زيارة رئيس اللجنة الانبية لمصر أكيد طبعا زيارة مهمة من هذا الرجل رئيس اللجنة الانبية الدولية وهذا الرجل رقم واحد في الرياضة وعلى فكرة هو ما جاش لوحده هو جاب على لجنة كبيرة من اللجنة الانبية الدولية لأن الملف ده الحقيقة ملف مهم جدا وزي ما قلت لحضراتكم من ده ما جاش من فراغ خلينا بس أحكي لكم القصة سريعا أنه ابتدئنا هذا المشوار مع بطولة العالم أولا ابتدئنا مشوار إزاي بعد الطفرة الكبيرة في البنية التحتية الرياضية كلام ده أنا بقوله من أحد الرياضيين اللي أنا لعبت وشرفت لما سلط منتخب مصر يمكن فوق العشرين سنة فأنا قدر أقول لك وأنا مرتاح جدا أنه في طفرة الحقيقة في البنية الأساسية أو التحتية الرياضية من صلاة وملاعب ومنشآت وألخ يعني مدن رياضية كبيرة بتبنى الحقيقة في العاصمة الإدارية ده طبعا صور من اللقاء أمس وبقى جيب بعد كده مش بس منشآت ولكن بقى عندك كوادر عالمية بشكل كبير جدا طبعا على رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد عندك عبد منام الحسيني طبعا محفظ الألقاب رئيس الاتحاد السلاح عندك شخصيات كثيرة أصبحت الآن مؤسثرة في الحركة الرياضية الدولية وأيضا في النشاط الدولي للنشاط الرياضي الدولي عندك كمان مش بس كده أحداث رياضية على أعلى مستوى تم استضافتها في مصر حدث ولا حرج عندك بطولة العالم لكورة اليد مرورا ببطولة السلاح العالم الخماسي الدراجات أنا مش عايزة أنسى حاجة بطولات عالم كلها ما بتكلمش على بطولات إقليمية أو كرية لا أنا بتكلم على بطولات عالم تم الجنباز أنا مش عايزة أقول يعني مش عايزة أنسى رياضة ولكن دي بطولات كبيرة تمت ومنها تمت تحت طبعا رعاية طبعا السيد رئيس الوزراء لأنه طبعا الحاجات دي كانت محتاجة دعم كبير جدا عندنا بطولات أفريقيا وغيره وغيره كل دا تنظم في أرض مصر وكان أهمهم على الإطلاق بطولة العالم من كورة اليد اللي كسرت الخوف والحاجز لإصدافة بطولات عالمية أو إقامة بطولات عالمية في جائحة كورونا وهي كاية البوابة والمفتاح لأولمبياد توكيو 2020 واللي شجعت وبالمناسبة مستر توماس بخ حضر هذه البطولة كورة اليد هنا بطولة العالم وشاف الفقاء البابل اللي اتعاملت وشاف الإجراءات الطبية اللي كانت يعني في منتهى الجمال واللي قدت أن البطولة عدت بدون طبعا أي مشاكل طيب خلينا نروح نشوف الزيارة وإيه التصريحات اللي طبعا اللي قدل بيها السيد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية قال إيه عن اللقاء نشوف وارجع لحضر الكتين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر مشيدا سيادته بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي ومشيرا إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشيد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت بما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين كذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي وإداري ولوجستي من جانبه أعرب السيد توماس بخ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالدور الأولمبي التاريخي لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة في مختلف الرياضات الجماعية والفردية وهو الأمر الذي يعد امتدادا للموقع المصري الرياضي في المنطقة على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب تلك الرياضة كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التي صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى وهو من عكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا خاصة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة وقد شهد اللقاء مناقشة آفق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية حيث أكد السيد الرئيس استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم في هذا الصدد في حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى ثقته الكاملة في إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة موضحا في هذا السياق أنه قم بزيارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية المتكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية خاصة مع ما تحتويه من أستادات وملاعب وصالات مغطى لمختلف الألعاب الفردية والجماعية إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية اشتركوا في القناة